قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بحليف طهران بشار الأسد وأضاف المسؤول أن التواصل مع زعماء المعارضة السورية ضروري لاستقرار العلاقات ولمنع مسار عدائي بين البلدين وكذلك لتجنب المزيد من التوتر في المنطقة وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قد قال إن ما حصل في سوريا كان مخططا له من الخارج محملا الأسد مسؤولية ما حدث وأضاف أن إيران علمت بالتحركات الميدانية والعسكرية لفصائل المعارضة السورية كاشفا عن أنه تم اختار الحكومة والجيش السوري بذلك التحركات وأشار إلى أن عجز الجيش السوري وسرعة التطورات لم تكن متوقعة وقال وزير الخارجية الإيراني إنه عندما التقى بالأسد اشتكى من سلوك جيشه وحمل عرقجي الأسد مسؤولية ما حصل موضحا أنه كانت لدى طهران توصيات كثيرة للأسد خاصة فيما يتعلق بالجيش وقد اعتبر عرقجي أنه لم يكن لدى الأسد المرونة الكافية لمواصلة عملية أستانا وقد رجح عرقجي أن تسحب إيران قواتها العسكرية من سوريا مضيفا أن الوجود الإيراني في سوريا كان بطلب رسمي سوريا لمحاربة تنظيم داعش نريد أن تسود إيرادة الشعب السوري باستخدام الآليات الديمقراطية ما يريده السوريون سيتحقق لكنني أعتقد أن الطريق لن يكون سهلا تعاطين مع الجماعة التي سيطرت على سوريا سيعتمد على سلوكهم ما هي السياسة التي سيتبعونها تجاه السوريين الشيعة ما هي المسافة بينهم وبين إسرائيل ما هي المسافة بينهم وبين الجماعات المتطرفة وكيف سيتصرفون كل هذه المعطيات سنأخذها بعين الاعتبار وسيعتمد على السياسة التي سيتبعونها تجاه إيران